بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأشرفان الأنوران الأعطران الأزهران على من جمعت كل الكمالات فيه وعلى آله وأصحابه وتابعيه يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم أمين أما بعد مشاهدي الكرام سلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته أهلا بحضراتكم معنا والفقر الأولى من برنامجنا مع أسماء الله الحسنى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها إن لله تسعة وتسعين أسماء مئة إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة انتهينا من مجموعة من الأسماء في الحلقات الماضية النهاردة إن شاء الله أتكلم مع حضرتكم عن اسم الله الرقيب يعني إيه الرقيب؟ الرقيب على وزن فعيل رقيب على وزن فعيل الرقيب هو الذي أحاط بكل شيء علما هو الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم الرقيب هو المطلع على ما أكنته الصدور القائم على كل نفس بما كسبت الرقابة من الله جل وعلا تعني الحفظ تعني الحراسة تعني أنه لا يخفى عليه شيء تعني أنه سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما هو كائن لو كان كيف يكون يعلم ما كان وما هو كائن وما يكون وما هو كائن لو كان كيف يكون يعلم الماضي ويعلم الحاضر ويعلم المستقبل يعلم كل شيء عن العباد ألم يقل في القرآن أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد نهاردة عندنا وسائل الإنترنت الحديثة ممكن تكلم واحد في آخر بلاد الدنيا بالصوت والصورة كذلك يوم القيامة الإنسان يرى صحيفته بيديه وكل شيء مكتوب فيها اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا المجرمين يقولون يا ويلتنا ما فرطنا سبحانك يا ربي سبحانك كل شيء وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد لأنهم تحت أنظار الرقيب سبحانه وتعالى الرقيب جاء في القرآن الكريم في ثلاثة مواضع قال سبحانه وتعالى وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم ده كلام مين؟ كلام سيدنا عيسى قال جل وعلا في صورة النساء إن الله كان عليكم رقيبا وقال جل وعلا في صورة الأحزاب وكان الله على كل شيء رقيبا ويقول أيضا وارتقبوا إني معكم رقيب المرأة التي روادها الرجل عن نفسها وأراد أن يزني بها فبقول لها لا يراني أحد لا يراني إلا الكواكب فكانت المرأة ناصحة قالت أمتأكد أنه لا يرانا إلا الكواكب قال له أمتأكد ما فيش حد من حولنا الكواكب بس فقالت المرأة وأين مكوكب الكواكب أين مكوكب الكواكب وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني وإذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسب أن الله يغفل ساعة ولا أن ما يغفى عليه يغيب ألم تر أن اليوم أسرع ذاهب وأن غدا للناظرين قريب إلا هتعمل الآن مكتوب بالصوت الصورة مكتوب في صحيفتك يوم القيامة يتألك كده على رؤوس الأشهد اقرأ كتابك يوم القيامة كل اللي عملت في الدنيا مكتوب كل شيء محسوم كل شيء قد كتب وسجل عليك إن خير فخير وإن شر فشر فالرقيب هو المطلع على باطن الضمير وما حواه الإنسان نسأل الله جل وعلا يرزقنا وإياكم مراقبة الله في السر والعلن وفي الخلوة والجلوة وأن يتجلى علينا وعليكم بأنوار وأسرار اسمه الرقيب اللهم أمين فاصل وأرجع لحضراتك تاني صلوا على الحبيب